الثامنة من الميادين أهلا بكم وإلى عنوينها الإمارات تعيد فتح سفارتها في دمشق بعد سبع سنوات من الإغلاق وتؤكد ضرورة إعادة العلاقات إلى مسارها الطبيعي ودرء التدخلات الأقلمية وأول رحلة جوية من دمشق إلى تونس منذ سبع سنوات تحط في مطار المونستير نواجه هذا الاحتلال بكل إمكانياتنا فصائل المقاومة العراقية تتوعد المحتل الأمريكي وعبد المهدي رفض لقاء ترامب خارج الأعراف الدبلوماسية المعتمدة حركة حماس تطالب بمحاكمة الرئيس عباس دوليا لحله المجلس التشريعي وتحضر من تفشي التطبيع عربيا أهلا بكم عادة الإمارات العربية المتحدة افتتاح سفارتها في دمشق بعد سبع سنوات من الإغلاق وكالة أنباء الإمارات قالت أن القرار يؤكد الحرص على إعادة العلاقات إلى مسارها الطبيعي مع سوريا ويهدف إلى درء مخاطر التدخلات الأقليمية في الشأن العربي السوري ديما نصيف أبواب السفارة الإماراتية في دمشق تستتح مجددا بعد سبعة أعوام على إغلاقها الأعوام انطوت وعاد إلى المشهد من كان ضمن الحملة من أجل إخراج سوريا من المشهد الدبلوماسي العربي وعاد الدبلوماسي الإماراتي عبد الحكيم النعيم قائما بالأعمال ودبلوماسي آخر لرفع علم الإمارات على السفارة في دمشق وتنشيط القسم القنصلي مع موظفين محليين سوريين ورغم أن فتح السفارة الإماراتية في دمشق لن يتزامن مع عودة بقية السفارات العربية التي أغلقت أبوابها إلا أن ذلك لا يقلل من أهمية الخرق لعودة بلد عضو في الكتلة الصلبة من دول التعاون الخليجي التي مولت الحرب على سوريا كالسعودية وقطر وتجاوز قرار الجامعة العربية الذي أملته الهيمنة القطرية السعودية بالتأكيد هو دعوة لإعادة العلاقات مع سوريا وفتح السفارات العربية أخرى إن شاء الله وكانت زيارة الرئيس السوداني قبل أيام مؤشرا مبدئيا على وجود مسعى عربي لإعادة العلاقات مع سوريا وعودتها إلى الجامعة العربية بعد سبع سنوات على تعليق عضويتها كما نقلت مصادر مطلعة للميادين عن رسالة حملها البشير إلى دمشق ومنذ أن احتل داعش أول مراتب التهديد الأمني من المتوسط حتى الخليج وإلى أوروبا تجري الكثير من العواصم ممن مولت ماليا عسكريا أو دعمت سياسيا مراجعات لفتح قنوات تواصل مع دمشق وتعاون أمني تشترط سوريا أن يتم عبر سفارات يعاد فتحها وترشح التسريبات عددا من الدول الأوروبية من دون تأكيدات افتتاح سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في دمشق ليس مجرد إعادة علاقات دبلوماسية بين البلدين قطعت خلال الحرب السورية وإنما هي مقدمة لمراجعة عربية في العلاقات مع سوريا سوريا المنتصرة في حربها على الإرهاب وفي الرهانات على أسقاطها من أمام سفارة دولة الإمارات في دمشق ديماناصيف الميادين إلى ذلك اعتبر وزير الدولة الإمارات لشؤون الخارجية أنور جرغاش أن قرار الإمارات بعودة عملها السياسي والدبلوماسي في دمشق يأتي بعد قراءة متأنية للتطورات ووليد قناعة بأن المرحلة المقبلة تتطلب الحضور والتواصل العربي مع الملف السوري حرصا على سوريا وشعبها وسيادتها ووحدة أراضيها وقال جرغاش عبر تويتر أن الإمارات تسعى عبر حضورها في دمشق إلى تفعيل الدور العربي وأن تكون الخيارات العربية حاضرة وأن تساهم إيجابا تجاه إنهاء ملف الحرب وتعزيز فرص السلام والاستقرار للشعب السوري بالتوازي مع ذلك وصل 150 سوريا إلى تونس في أول رحلة جوية مباشرة بين دمشق والعاصمة التونسية منذ أكثر من سبع سنوات الرحلة نظمها ناشطون تونسيون يؤمنون بأن للدبلوماسية الشعبية دورا في إذابة الجليد في العلاقات بين البلدين على مدرج مطار المونستير تحط أول رحلة جوية منذ أكثر من سبع سنوات من دمشق الشهباء إلى تونس الخضراء إنجاز لا يقل أهمية عن الانتصارات العسكرية في فك الحصار عن سوريا وإعادة مد جسور التواصل التاريخية بين الشعبين هذه المبادرة الطيبة ما هي إلا دليل فعلا على مدى محبة الشعبين السوري والتونسي من وزارة النقل إلى وزارة الداخلية إلى كل الهياكل المعنية كلهم كانوا في خدمة هذه الفكرة وهذه الديبلوماسية الشعبية بالدبكة السورية ورفع رايات تونس وسوريا وفلسطين ثاقت أجواء الفرحة بالمطار توقعات ضيوف تونس في مبادرة يرونها خطوة في المصار الصحيح لترميم جراح الحرب والتأسيس لصفحة جديدة تساهم من خلالها الدبلوماسية الشعبية في إذابة الجليد وإعادة العلاقات بين البلدين إلى سالف عهدها أحلى استقبال يعني شو كانوا أجعين لبيتنا وهيك لازم تكون البلاد العربية والأشقاء العرب كل شي بيبدأ بخطوة وهالخطوة مبدئيا إيجابية نعمل تتوسع على كافة العصايدة الغاية طبعا من هذه الرحلة هي أكيد التبادل المسافرين على مستوى طبعا النقل الجوي أضف لذلك أيضا تشجيع التبادل التجاري عودة التبادل التجاري من تونس هنا دمشق تلك هي رسالة الشعبيني تعبيرا عن متانة الروابط التاريخية هي أجواء دمشقية على الأراضي التونسية ابتهاجا بعودة الرحالات تمهيدا لعودة العلاقات عامة شترة تونس الميدي أكد مبعوث الرئيس الروسي للشرق الأوسط ميخايل بوغدانوغ أنه بوسع الرئيس السوري بشار الأسد الفوز في الانتخابات المقبلة وفي مقابلة مع وكالة بلومبرغ قال بوغدانوغ أن الأسد لديه شعبية كبيرة ولو لم يكن الأمر كذلك لكانت اختلفت نتائج الانتخابات الأخيرة وعشار إلى أن الفصائل الحليفة لإيران ستغادر سوريا بمجرد أن تعيد الحكومة السورية السيطرة الكاملة على كل الأراضي تواصل القوات الأمريكية استعداداتها لاستكمال انسحابها من سوريا باتجاه قاعدة حرير في العراق وأظهرت المشاهد الواردة من منبج السورية دوريات للقوات الأمريكية المنتشرة فيها فيما واصلت القوات التركية إرسال تعزيزاتها إلى سوريا عبر ولاية كليس القريبة من الحدود فيما تستعد القوات الأمريكية للخروج من سوريا متجهة شرقا نحو كردستان العراق وتستعد القوات التركية شمالا لدخول إلى مدينة منبج بدت قاعدة حرير الجوية في أربيل شمال العراق متأهبة لاستقبال نحو ألف جندي أمريكي منسحب من سوريا القاعدة التي تستخدمها الولايات المتحدة الأمريكية شاهدت بحسب مصادر محلية حركة طيران بدأت مكثفة خلال الأيام الأخيرة وثم تستعدادات بدأت في محيط القاعدة التي تبعد نحو 250 كيلومترا على معبر فيشخابور الحدودي الربطي بين شمال العراق والسوريا تعزيزات عسكرية ضخمة وصلت من تركيا نحو مدينة منبج دعما لفصائل السورية المسلحة موالية لأنقراء في نقاط التماس مع قوات سوريا ديمقراطية في محيط المدينة صارنا بحدود الشهر رفعين جاهزية للفرقة التاسعة اليوم قبنا جمنا العناصر بس من العناصر لتعزيز أحد الجبهات على نقاط البيكيكي والبيوغيدي تعزيزات مستمرة بتحريك القوات نحن نحاول كل القوات جاهزة حتى لحظة ساعة الصفر تركيا تصعد تهديدها بشن هجوم ضد مناطق سيطرة القوات الكردية بعدما تخلت الولايات المتحدة الأمريكية عن دعمها معركة إن بدأت فقد تمتد إلى شمال شرق البلاد حيث تسيطر قوات سوريا الديمقراطية كشفت مصادر عراقية موثوق بها للميادين عن السفير الأمريكي في العراق أعلم رئيس الغزراء عادل عبد المهدي بنية الرئيس دونالد ترامب زيارة قاعدة عين الأسد عبد المهدي بحسب المصادر طلب أن تجري مراسم الاستقبال في القاعدة رسميا وفق الأعراف المعتمدة وقبل ساعتين من الزيارة أعلمه السفير الأمريكي برغبة ترامب إجراء المراسم في الجناح الأمريكي وهو ما رفضه عبد المهدي بشدة وأعرب عن رغبته بحصر التواصل مع ترامب عبر الهاتف من دون لقاء وكان الحديث إيجابيا وفق المصدر ووجه ترامب الدعوة إلى عبد المهدي لزيارة واشنطن وتمت الموافقة في غضون ذلك قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراق حسن كريم أنه سيجري العمل مع هيئة الرئاسة لعقد جلسة لمناقشة خرق السيادة العراقية من قبل ترامب لن يسمح لأمريكا باستخدام الأراضي العراقية كمنطلق للاعتداء على دول الجوار من جهته جدد اتلاف دولة القانون رفضه لوجود أي قوات أجنبية على الأراضي العراقية تحارف سائرون دع الحكومة إلى توضيح موقفها من العلاقة مع أمريكا على خلفية زيارة ترامب وأشار إلى أنها لا تموت بصلة إلى الزيارات الرسمية لزعماء الدول إذن تستمر ردود الفعل الغاضبة في العراق على زيارة ترامب السرية إلى قاعدة عين الأسد بعيدا عن الأعرف الدبلوماسية واحترام السيادة محمد الفهد على نحو متصاعد تستمر ردود الأفعال في العراق على خلفية زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى قاعدة عين الأسد في غرب البلاد فعلى الرغم من إعلان الحكومة علمها بالزيارة إلا أن الأوساط الشعبية والسياسية رفعت شعار انسحاب القوات الأمريكية كرد منطقي على الزيارة التي وصفت بالاستفزازية لا بد أن يكون هناك أقعد جلسة لمجلس النواب طارئة يتم فيها أولا اتخاذ قرار مزم للسلطة التنفيذية بإخراج هذه القوات باعتبارها الآن يقينا أصبحت قوات محتلة لأراضي عراقية فصائل المقاومة العراقية لوحت باستخدام القوة في حال عدم جدولة انسحاب القوات الأمريكية أو قيام واشنطن بالاعتداء على جيران العراق انطلاقا من القواعد المنتشرة في شمال وغرب البلاد أما تشريعيا فتستعد مجموعة من النواب لصياغة قرار يلزم القوات الأجنبية بالانسحاب من حق الشعب العراقي ضمن القوانين ضمن الدساتير ضمن الشرائع أن يدافع عن أرضه وبالتالي سنواجه هذا الاحتلال بكل إمكانياتنا نحن واجهنا الاحتلال لمدة ثمان سنوات واستطعنا أن نذل هذا العدو تحت ضربات المقاومة الشديدة موقف الحكومة الذي لاقى تأييدا من قبل العديد من الجهات الحزبية والسياسية قد يكون نقطة تحول نحو اتخاذ قرار عراقي شامل تجاه تحركات واشنطن العسكرية في المنطقة انتهت زيارة ترامب لكنها زاحت الغموض عن أهداف واشنطن في العراق يقول المراقبون فالزيارة يرى فيها العراقيون إعلانا صريحا لوجود عسكري غير شرعي كان يبرر له بعنوان الاستشارة والتدريب محمد الفهد بغداد الميادين النشر مستمرة وفيها بعض الفاصل تعديل وزري في السعودية يشمل الخارجية والحرس الوطني من جديد أهلا بكم أعلن مصدر عسكري يمني مقتل العقيد في الاستخبارات السعودية فلاح الهاجري الذي يحمل الجنسية الكويتية خلال عملية للجيش واللجان بمحافظة الجوف شرق اليمن وأفاد المصدر بمقتل وإصابة عدد من قوات هادي وإصابة قائد محور الجوف في هذه القوات العميد مجاهد لغليسي وتدمير عشر آليات بكمائنا لوحدة الهندسة خلال زحفهم في منطقة صبرين في الجوف بتوازي قتل عدد من الجنود السعوديين وأصيب آخرون لدى تصدي الجيش اليمن واللجان لمحاولة هجومهم قبالة منفذ علب في عصير السعودية وأكد مصدر عسكري يمني أن الجيش واللجان أحبطوا محاولة تقدم قوات التحالف السعودي على مواقعهم على أبواب الحديد ودمروا آليتين لهم قبالة منفذ علب مئات الأسرى والمعتقالين لدى قوات هادي والتحالف السعودي جرى إنكار وجودهم في إفادات التبادل وفق ما أعلنت اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى فيما تستمر المغارك في الحديدة التقرير لأحمد زبيبا اتفاق ستوكوهولم أمام تخبط وعشوائية حكومة هادي والتحالف في تنفيذ بنوده ملف الأسرى عالق إفادات طرف هادي والتحالف اعترفت بوجود 344 أسيرا فقط من بين 1490 وأنكرت البقية وهم في سجون السعودية فيما أكثر من 1530 أسيرا في سجون الإمارات لم تقدم أي إفادة عنهم القائمة التي قدمناها بأنهم أسرى في السعودية لم يقدموا منها إلا 344 أسما فقط الأسرى لدى الإمارات سواء كانت هذه السجون داخل اليمن أو خارج اليمن هؤلاء لم يقدموا عنهم أي إفادة أبدا عراقيل ملف الأسرى تواصلت مع إفادة طرف هادي بوجود 382 أسيرا فقط في جبهات الداخل من بين 1635 سجلوا في الكشوف وإنكاره وجود ما تبقى الذين أنكروا وجودهم نحن على تواصل مستمر بهم وبعضهم يتواصل بأهله بشكل مستمر لكن ما قدموه في الإفادة أنه وجود 382 اسما فقط بينما أنكروا وجود البقية ملف التهديئة في الحديدة لم يتحرك خطوة أيضا مع استمرار خروق قوات التحالف من جهة وعدم التوصل إلى اتفاق اللجنة المشتركة بين الطرفين على تحديد أماكن الانسحاب بدقة من جهة ثانية فأمس كان الاجتماع عرض أنه يحددوا إلى أن ينسحبوا ينسحب كل ضرف قواته تجاه الدريهمي من القوات المرتزقة والعملاء ومن تجاه الصريف من قوات الجيش واللجان الشعبية لذلك لم يصلوا إلى اتفاق ملف الأسرى يبقى حبيس اعترافه طرف هادي والتحالف بمئات الأسرى والمعتقلين الذين جرى إنكارهم أما بالنسبة إلى التهديئة في الحديدة فيصر التحالف على انسحاب الجيش واللجان الشعبية منها فقط وهو ما ترفضه السلطة في صنعاء أحمد محمد زبيب صنعاء الميدين أصدر الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز حزمة أوامر ملكية أبرزها إعادة تشكيل مجلس الوزراء برئاسة الملك كذلك أصدر أو صدر أمر ملكي بإعفاء عادل إجبير من منصب وزير الخارجية وتعينه وزير دولة للشعون الخارجية وتعين إبراهيم العساف وزيرا للخارجية كما تم تعين عبد الله بن بندر بن عبد العزيز وزيرا للحرس الوطني وفيصل بن خالد بن عبد العزيز مستشارا للملك طالبت حركة حماس برفع دعاوى ضد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمام المحاكم الدولية لحله المجلس التشريعي وفي كلمة في غزة قال القيادة في حماس خليل الحية أن عباس يهيئ لصفقة القرن من خلال هذه الخطوة مستنكرا فتح عواصم عربية أبوابها لإسرائيل وتبرير التطبيع الاستيطان يلتهم كل شيء وصفقة العصر المشؤومة التي تطبق ماثلة على الرؤوس وفي الواقع أمام هذه التحديات وانقسام فلسطيني قائم أمام هذه التحديات وتطبيع عربي وإسلامي يستعر العواصم العربية تفتح أبوابها للاحتلال القادة والسياسيون يبررون لدول غير عربية ولا إسلامية يبررون العلاقة والتطبيع مع الاحتلال عقدت القوى والفصائل الوطنية الفلسطينية في غزة المؤتمر الوطني لمقاومة التطبيع وحذرت من مخاطر التطبيع وأثاره المدمرة على القضية الفلسطينية لنا شهين الهرولة نحو التطبيع مرفوضة من جميع الفلسطينيين فالتطبيع خيانة لا يمكن تجاوزها بأي شكل من الأشكال كما أكد المؤتمر الوطني لمقاومة التطبيع وشدد على ضرورة التصدي لكل المطبعين على المستويين الرسمي والشعبي المطلوب من الشعوب العربية أن تقف سدا منيعا في وجه هذا التطبيع ومحاولات استبدال العدو المركزي وهو العدو الصيوني بعودوات وهمية خدمة لهذا المشروع الأمريكي إلى هؤلاء المطبعين إلى هؤلاء المهرولين إلى هؤلاء الأذلاء الذين باعوا ضمائرهم باعوا انتماؤهم إلى هذا الوطن إلى هذه القومية العربية للعالم الإسلامي أن الشعوب لم ترحمكم وأن الأمة لم ترحمكم نقول لكم أن فلسطين لا زالت محتلة المؤتمرون طالبوا الأمم المتحدة بإعلان القائمة السوداء للشركات التي تدعم الاستيطان وطالبوا السلطة الفلسطينية بوقف التنسيق الأمني مؤكدين أن التطبيع عار على الأنظمة التي تفتح عواصمها لمجرمي الحرب الإسرائيليين إذا كانت هذه الأنظمة تعتقد بأن التطبيع العدو الصيوني سيحمي عروشهم العدو الصيوني لم يستطع أن يحمي نفسه أمام ضربات المقاومة لذا لم يستطع أن يحمي هذه العروش المهترئة هدف التطبيع في منظور المؤتمرين هو اختراق الشعوب لتمهيد الطريق لتتمدد إسرائيل في المنطقة وتسيطر على المقدرات العربية والإسلامية مقاومة التطبيع واجب على كل حر لدعم القضية الفلسطينية يقول المؤتمرون ويطالبون بإصدار قانون لتجريم المطبعين إضافة إلى دعم حركة المقاطعة دولية لان شهين غزة أعلم يا دين في السودان أعلنت شرطة عودة الهدوء والاستقرار إلى جميع ولايات البلاد بعد احتجاجات شهدتها مدن متعددة على مدى أسبوع وأضف المتحدث باسم الشرطة في بيان أن الدوائر الأمنية في البلاد لم تتلقى أي بلغات عن أحداث شغب أو احتجاجات الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي إدريس سليمان المشارك في الحكومة السودانية قال أنه يرفض استخدام القوة والعنف ضد المحتجين مطالبا الحكومة بالتحقيق في حوادث القتل التي وقعت خلال الاشتباكات والإفراج عن المعتقلين ندين القتل ونطالب الحكومة بأن تجري التحقيقا دم أي فرد من أفرد الشعب السوداني دم بالنسبة لنا مقدس ينبقي أن لا يسفد نحن الإحصاءات اللي عندنا يا أخواننا أنه في 17 مواطن سوداني استشهدوا وفي 88 مواطن سوداني جرحى وفي 519 اعتقلوا حسب المعلومات اللي عندنا معظم أطلق صراحهم ولكن نحن نطالب بأن يطلق صراح بقية المعتقلين في هذه المظاهرات أكد وزير الخارجية التركي مولود جويش أغلو للسفير الروسي لدى أنقرة أن بلاده لن تمنح الولايات المتحدة فرصة لدراسة منظومة الدفاع الجوي S-400 وذلك بحسب مصدر في الخارجية التركية وكالة بلومبرغ كانت قد ذكرت في وقت سابق أن تركيا اقترحت على الولايات المتحدة تفحص منظومة الدفاع الجوي S-400 التي ستسلمها إياها روسيا قريبا أعلن يوري بوريسوف نائب رئيس الوزراء الروسي أن تجارب الأخيرة التي خضع لها صاروخ أفانغارد أكدت قدرته على الطيران بسرعة الصوت وفي حديث لقناة روسيا 24 قال بوريسوف أن نتائج هذه الاختبارات تبين أنه ليس هناك في العالم أجمع صاروخ مضاد للصواريخ قادر على إسقاط صاروخ أفانغارد العابر للقارات فيضانات الناتجة عن أمطار غزيرة زادت من معاناة النازحين في مخيم أطمى على الحدود السورية التركية مشاهد أظهرت عدة أرجاء من المخيم غارقة بمياه السيول التي اشتاحت بعض الخيم حيث تبيت العائلات النازحة في ظروف جوية قاسية سكان المخيمات طالبوا بمساعدات عاجلة للمتضررين من أجل تخطي المحنة تذكير بعنوين هذه النشرة الإمارات تعيد فتح سفارتها في دمشق بعد سبع سنوات من الأغلاق وتؤكد ضرورة إعادة العلاقات إلى مسارها الطبيعي ودرء التدخلات الأقلمية وأول رحلة جوية من دمشق إلى تونس منذ سبع سنوات تحط في مطار المونستير سنواجه هذا الاحتلال بكل إمكانياتنا فصائل المقاومة العرقية تتواعد المحتل الأمريكي وعبد المهدي رفض لقاء ترامب خارج الأعراف الدبلوماسية المعتمدة حركة حماس طالب بمحاكمة الرئيس عباس دوليا لحله المجلس التشريعي وتحضر من تفشي التطبيع عربيا الميادين دوت نت للمزيد من الأخبار والتقارير والبث المباشر بالإضافة إلى صفحة الميادين باللغة الإسبانية اسبانول دوت الميادين دوت نت إلى اللقاء